شعب يريد الله عنف وملاحقات أمنية واعتقالات عنوان الاحتجاجات اللبنانية ضد النخب السياسية في البلاد تظاهرات في القرى والبلدات وفي جنوب وشمال وشرق البلاد إضافة إلى تلك التي شهدتها العاصمة خصوصا في محيط القصر الرئاسي وفي ساحة رياض الصلح ومواقع أخرى تظاهرات سبقت كلمة رئيس الوزراء سعد الحرير وتواصلت حتى ساعات متأخرة ثم ما لبثت أن هدأت في أغلب المناطق لكنها عادت وتجددت ليلا في مدينة جونيا شمال بيروت في العاصمة بيروت ثمت هدوء حذر وانتشار واسع لوحدات الجيش اللبناني هدوء يأتي في أعقاب تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المططي ومطاردة محتجين واعتقال عدد منهم الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أوقعت إصابات بين صفوف المحتجين الصليب الأحمر قال إنه علج أكثر من ستين شخصا فيما أصيب أكثر من عشرين عنصرا أمنيا بجروح أغلبهم كانوا في محيط ساحة رياض الصلح وفق قوى الأمن الداخلي يوم انتهى بنزول الجيش إلى الشارع وسط تواقعات باستمرار التظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع في بلد يشهد أكبر احتجاجات منذ سنوات ويشارك فيها عامة الشعب تحت راية واحدة تطورات ربما تؤزم المشهد أكثر في الشارع حتى قبل انتهاء مهلة رئيس الوزراء لشركائه بالتوقف عن تعطيل الإصلاحات ساعات حاسمة ميدانيا وسياسيا في ظل هوة اقتصادية تبتلع البلاد أكثر فأكثر غسانة بولوز الحدث